السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم وكل عام وأنتم بخير تعلمون جيدا أيها الأحباب إن الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن من مبشرات النبوة بل هي من المعجزات التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها طول ما فيه مؤمنين لازم يبقى فيه رؤى صالحة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم والرؤية الصالحة المعجزة فيها إيه إن الرؤية تنعدم فيها الزمان ينعدم فيها الزمان بمعنى إن ممكن الرؤية تيجي تكلمك عن ماضي أو عن حاضر أو عن مستقبل وتوقيت الرؤية لا يشترط أن تتحقق في وقتها ممكن تتحقق هذه الرؤية بعد حين كلام ده ينطبق على الرؤية اللي يعني شفها أو شفتها زوجة الشيخ خالد المغربي والشيخ خالد المغربي من الناس الشيوخ المعروفين المرابطين في المسجد الأقصى وهو معتني بعلوم آخر الزمان طبعا هذه الرؤية وأكد إن هذه الرؤية رأتها زوجة الشيخ خالد من شهور يعني ليست رؤية حديثة ولكن انتبه لأن توقيت هذه الرؤية مهم جدا يعني أرى أن الرؤية التي رأتها زوجة الشيخ خالد المغربي من شهور تتحقق في هذه الأيام عشان كده ندتك المقدمة اللي قلتها لك يعني في البداية تعالوا نشوف هذه الرؤية فيها إيه لإني أرى أنها رؤية خطيرة جدا جدا وبتتحقق بقوة في هذه الأيام كما يظهر أمامنا ويعني على لسان زوجة الشيخ خالد المغربي تقول وصلنا الروضاء الشريفة في الرؤية كانت هناك لافتة كبيرة مكتوب عليها الحضرة النبوية وكان في آخرها الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجلس جلسة الإمام الذي انتهى من الصلاة وتوجه بجسمه للمصلين وما اندخلنا الحضرة النبوية بدأت المنطقة تنبت فيها الورود وتزدهر وتتحول لجنة صغيرة أسرع الشيخ خالد حتى جلس من الرسول جلسة جبريل للرسول التي كان يجلسها تقطع الشيخ رأسه حتى صار قريبا من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بصوت خافت وحزين منعوني من دخول الأقصى يا رسول الله بدهم يفرغوا الأقصى بدهم يهدوا الصخرة ما بدهم إيانا في الأقصى وصلنا لمرحلة صعبة من الزل والهوان والانكسار واحنا لحالنا وما في حد عنا غير الله باللغة أو بالدرجة العامية عدة مرات قال هذا الكلام للرسول والرسول يهز رأسه مصبرا الشيخ خالد بعد هنيها من التصبير سأل الشيخ خالد الرسول صلى الله عليه وسلم كيف الخلاص يا رسول الله شو نعمل ماذا نفعل فأوقف الرسول هز رأسه حتى صار وجه الرسول بمواجهة وجه الشيخ خالد وقال صلى الله عليه وسلم بعمل ما كان الصحابة يعملونه في خواتمهم يمكنكم العودة لما كنتم عليه انتهى كلام أو رؤية زوجة الشيخ خالد المغربي طبعا الرؤية دي انا بأكد وبقول للناس ان هي كانت من شهور وكانت في وقت تم منع دخول الشيخ خالد المغربي المسجد الاقصى ورأى فيها الرسول ولكن وقت تحقق الرؤية اراه في هذه الايام ايه انا بستدل بايه في هذا الكلام او في هذه الجزئية بالتحديد تعالوا نشوف الرؤية من البداية رؤية الرسول في الروضة عليه الصلاة والسلام الرودة النبوية الشريفة والمكان ورود وظهور وجنة صغيرة وهذه من البشريات بشريات الخير لما الرسول يظهر لاي حد عليه الصلاة والسلام في هذه بشارة خير عظيمة كل الكلام ده احنا عارفينه وهي كلام يعني بنسمعه في كل الرؤى ايه اهم جملة في هذه الرؤية اللي مخليانا نفهم الكلام ده ينطبق على هذه الايام عندما قال الشيخ خالد المغربي في الرؤية للرسول منعوني من دخول الاقصى يريدون افراغ الاقصى يريدون هدم الصخرة هي دي بقى اهم جملة في الرؤية اللي بتبين لنا ان هذه الرؤية اللي كانت من شهور مرتبطة بايه مرتبطة بالاحداث اللي شغالة في هذه الايام في هذه الاسناء محاولات هدم قبة الصخرة كلنا شوفنا وانا كلمتكم امبارح في الحلقة اللي كانت امبارح بقولكم فيها ان عايزين يدبحوا خرفان في المسجد الاقصى الناس المتشددين من اليهود وهذه الخطوات كلها ايزانا ببناء الهيكل وهدم اجزاء من قبة الصخرة فهذه الرؤية مرتبطة بهذا الامر مرتبطة بهذا الحدث بقوة ولكن ابشروا هي الرؤية ما خلصتش الرؤية بتتكلم عن العلاج الرؤية بتتكلم عن وضع موجود دلوقتي وحاصل دلوقتي لان الاحاديث النبوية الشريفة بتؤيد بعضها البعض يعني ايه الرؤية بتتكلم ان الشيخ خالد المغربي بيقول ان احنا وصلنا الحالة من الانكسار وحالة من الزل والهوان وهذه الحالة ايها الاحباب التي تعيشها الامة بصفة عامة ويذوق المرارة بتاعتها بصفة خاصة معسكر الايمان اللي هم فوادي وبقيت الامة الاسلامية فوادي هذه في حد ذاتها من مبشرات النصر من مبشرات النصر ومن مبشرات قرب الفرج ومن مبشرات قرب تحرير الاقصى خد بالك انا عايز يعني اخدك لمدة دقيقة او دقيقة او نص علشان نتعلم من التاريخ ومن صفحات التاريخ كل مرة كان تحرير المسجد الاقصى مرتبط بمعيار هام جدا الا وهو قوة المسلمين الا وهو عودة المسلمين الى دينهم كل مرة كان المسجد الاقصى اول من المسلمين يشتدوا ويرجعوا الى الله وتعود القوة بتاعتهم نقول ان الاقصى هيحرر حدث ذلك في عهد العزة في ايام عمر ابن الخطاب لما استلم مفاتح بيت المقدس حدث ذلك في ايام الناصر صلاح الدين هذا الرجل الصالح المؤمن لم الامة الاسلامية ورجعهم الى الدين اما في المرة الثالثة لتحرير الاقصى هيحصل عكس المرة الاولى والتانية يعني ايه المرة الاولى والتانية كانت ايام قوة وعزة للاسلام والمسلمين لذلك كان بديهي جدا ان الاقصى يحرر اما في المرة الثالثة لتحرير الاقصى على يد المهدي فالوضع مختلف لازم الامة قبيل ظهور المهدي تبقى في حالة ضعف وتبقى في حالة زل وانكسر وهوان اللي بيوصفها الشيخ خالد المغربي في هذه الرؤية علشان يظهر الامام المهدي ويملأ الارض عدلا كما ملأت ظلما وجورا ويعيد للامة القوة بتاعتها ويسترد المسجد الاقصى ويحرره من يد اليهود في ذلك التوقيت يبقى عرفنا الفرق ما بين المرة الاولى والتانية والمرة الثالثة المرة الاولى والتانية كانت ايام قوة منطقي ان الاقصى يحرر والمسلمين اقوية اما في المرة الثالثة الموضوع بالعكس ضعف زل هوان انكسار يبقى تستبشر خير ان الامام المهدي بدأ ظهوره يقترب لكي يعيد الامة من جديد لميزان القوة والعدل والعزة ويسترد المسجد الاقصى من يد اليهود بقى اهم جملة في هذه الرؤية الجملة اللي جاءت ان عايزين يهدوا يفرغوا الاقصى ويهدوا قبة الصخرة ومش عايزين الناس تبقى في الاقصى ووصلنا المرحلة من الزل والهوان كل كلمة في الرؤية بيبقى ليها مدلول ايها الاحباب ثم في النهاية الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له كيف الخلاص يا رسول الله فاوقف الرسول هزر رأسه وقال للشيخ خالد يعمل ما كان الصحابة يعملونه في خواتمهم يمكنكم العودة لما كنتم عليه يبقى الحل هو رجوع الناس الى المنهج النبوي والنبع الصافي وايام ما كان عليه الصحابة اللي تربوا على ايد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الامر نراه بدأ بدأ يتحقق عند القلة القليلة بن قسين التي ستنصر الامام المهدي عند ظهوره ويبلغ الامر ذروته خلافة راشدة عدل عودة الى منهج النبوي الصحيح السليم بدون افراط ولا تفريط في ايام الامام المهدي بهذه الرؤية كلها اما الرسول يقول له عليه الصلاة والسلام ترجع لعمل الصحابة معناها ايه ان كل فرد دلوقتي بيحاول ان هو يعود ويكتهد وفيه ناس موجودين ولكن فرادة كل واحد شغال لواحده الناس عايزة تعود الى المنهج النبوي بصورة منفردة شغال وموجود دلوقتي هذا الامر ولكن هيبقى بصورة جماعية واضحة ايام الامام المهدي طبعا رؤية اراها في توقيت يعني بأكد وبقول للمرة التانية والتالت ان هذه الرؤية زوجة الشيخ خالد شافتها من فترة من شهور ولكن هي تتحقق واراها في بداية ان هي تتحقق في هذه الايام شارك هذه الرؤية للاهمية الشديدة على جميع المنصات علشان الناس تفهم بارك الله فيكم لا تنسونا من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته